بها يا صباح الفل والجمال كيف محب leader 自행 هل نريد وضع المصب republic يوغยقنا بتصبح يعني أنا حлучث ربما كانت really في هذا المكان داخل teaching نتالج أنّ لتمة تصبح لكل واحد بأسفل مثلا احنا هنا في القتال مثلا اعرفت بعض الناس يعني اشترون كل يوم خلو اخش صباح افلي شف حسين صباح افلي شف حسن اخبار مش حسن احس ان حلو جدا ان انت الصبح تلاقي حد داخل عليك بكل حيوية ويصبح عليك بوش المبتسم ممكن يخليك تحس ان انت انت كمان تتعادي من الحالة اللي هو فيها دي فاننا نحتاجين ان احنا شوية 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 نلقي دوق علي فكرة ان احنا نصبح بس للتوضيح للتوضيح مش اكتر يصبح علي بعض نقول لبعض صباح الخير ها مش ذا ما قال الموتيفيشن صباح صباح عم حاجها واناش احنا في الكلام ده صباح الفول ببسام حالو اه 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 كده عشان عشان نبقى فيلوجرس الفكرة الكلية فاني بصدرت الفلوج بالنسبة لي وانت لك اعمل حاجة بطريقة انا ماشان الناس كتير بتقول لي ده مش فيلوج مجمعة الميديا وانت ما فوجهوش صحة وغلط وانا دي الفورمات اللي انت بتقول لان لازم نرجع له ده ده فورمات حد اللي هو اول واحد مثلا عمل فكرة عملو فان الناس كلا بقى بتعمل شابهو بس ده ما خلاش ان فيه رولز اعمل لي رياحك. مش لازم تعمل للناس متوقعا قد انت تشوفه. فأنا كمالك في لوقت شايف ان انا مش لازم الفلوج يبقى بعر فيه كل حاجة بعملها في يومي او مش لازم اقول لان اروحت فطرت واريكم الفطار. مش لازم اواريكم انداخل انام. مش لازم اواريكم ان ابرمط الجزمة. مش لازم اواريكم ان ابلع الجزمة يعني في ناس بيستخدموا عشان بس الناس تفهم الصح انا مش بنطخد ده. لان في ناس بيستخدموا ده بطريقة حلوة جدا. يعني مثلا حازم الصدية انا بيعجبني جدا ان هو دايما بيوريني وهو بيلبس الجزمة هو خارج من المسجد. فانا بالنسبالي انا مش بشوف ان هو بيلبس الجزمة. انا بشوف ان هو قال لي ان حتى لو انت فلوجر حتى لو انت بتصور حتى لو انت في الشارع انت مفوت خلش تصلي. فبالنسبالي فيه حد بيستخدم دي بطريقة ايجابية متماشية مع الكانتنت بتاعه. وفيه حد هو مش بيعمل الستيلا مش بيستخدم مفرح. يعني انسابها لكل واحد اختياره انا هم حاجة بنسبالي ان المشاركة بتاعت اليوم دي تطلع عليك انت في الاخر بحاجة مفيدة. انا النهاردة صاحي دماغي جاباني انا رفلكت فكرة الايجابية. ازاي ممكن بحاجات بسيطة جدا تبقى تنسوا لحاليك ايجابية كويسة وتبقى فعلا مؤثر ولو بحاجة ادى كده في الحالة النفسية بتاعت الناس ويحاليك وانا انت تكون بتفرحهم. حلو الباجرون دي والله. انا بالنسبالي الفلوك ده هيبقى عبارة عن نوعا ما مشاركة الخواطر اللي بتبقى في حياتي اليومية وبتبقى في الماغي. مبارح مسلا نزلت دي تقريبا احاول يعني اعلى بقدراتي في المونتاج وحطها لكو على الصورة. على الفيديو عشان تشروه. التويت دي انا نزلتها مبارح بالليل متاخر. بعد كده اليومية صبح انا نزلتها واشوفها. احنا حياتنا طويلة جدا ولا حياتنا قصيرة جدا. طيب. لو هي طويلة جدا احنا ليه ما بننجس فيها اللي احنا عايزين. ولو هي قصيرة جدا طب احنا ليه نضيع على الوقت ده. وما بنحاولش نفعلا نبقى مبسوطين وان احنا نستمتع بيها في نطاق الحلال ربنا حطه لنا. فمشارغي كتير بقى. تعالوا ورهيكوا واحدة من احسن المترجمات التي انا بعملها هنا مراتي وبنتيجوم فنروح دلوقتي هوليكوا الاجتبات التي انا بعملوه استأذنتهم ان انا اصور النهاردة لان اقشل ان انا خارجين فباردو استيل فكرة انك مفوض لما تبقى موجود مع العلقة يعني انا في ال... حابب اوضح ده ان انا مش في العادي لو انا خارج مع اهلي اصيبهم و اصور يعني عشان انا ملك الفلوقات و محدش اتوقعني هم دلوقتي متوقعين ايه متوقعين ان انا هعمل يوضح متوقع م�� 튼 Plec انا اعمل كده سوف احمي كده و هتحمون ك�� اأهل ملك البلوقات ياضي الاعرمية هاهاهاها هنستدع السمك دا دلواتي ونعود نأكله عيش شامي في ناس بيحضفوا العيش كله كده مرة واحد احنا بقى بنعود انا ومراتي نعود ان فتفته بصوا بصوا الجماعات زي بصوا بصوا انهم منهم عارفوا ان فيها فقدموني الزمالك قادم ولا حد معبر هجوم حاصل هجوم ايوه واسع يلا واسع يلا ابا في حد كده ضرب وما سابوا العيش وراحوا ليه عشان مراتي خانكم ورا متلوهم عيش شباة حنينة حنينة طوان بعشة صلحة خالص من التقربة ينهل في شئ وشئ غران من اللي تعالين يدتو وكي تفتل احنا بحشة احنا بحشة أشترك اوه اوه كم بشأنك كم بمساك بلوغر تسعين؟ كاريم اسماعيل كاريم اسماعيل اوه اوه احاول ان اردك اوه شكرا جدا ويجب أن تقوم بتم مخطأ يجب أن تصل على مخطأ ويجب أن تمرح إلى الماء فهو الوصول على الإعتراف ولكن هذا يجب أن تضع الهدوء لأن تقوم بمخطأ مع مخطأ لأنك من من بصورا ويجب أن تصل على مخطأ لا تفعل أي شيء مثل عمرتي على طول وهي أصلاً عندها فيو مانتس دول طول يوم ليس سوري يعني لا لا هكذا كنت تحب فيو مانتس دول حد قبل أن نخلف بعد أن نخلف نحن لم يكن تأخذ أي فيو مانتس 24 ساعة بقى هاي فوليوم شكراً 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 بابي شكراً هل تعرف؟ نقل على المظاهرة لأنني أصبح واضحين أنا أشعر أنني لم أرى شيئاً في الكتاب لأنني أرى شمس أيضاً نصيحة لك لو أنت عايز تحسن من حالتك النفسية ممكن على أقل 5 منتس مش لازم تروح بحر ومش لازم تروح حتة واو انت ممكن فقطتك بالليل لو ظلمت النور وعادت مع نفسك خمس دقائق عشر دقائق لا تفكرش في أي حاجة في اليوم أنك توقع تفكر في نفسك وهو داخل وهو خارج تفكر في المسلز بتاع الجسمك وأن انت تريلاكس ده بيخليك لا تفكرش في الحاجات خلال اليوم بيخليك تبقى مور ريلاكس ثاني حاجة لما جينا هنا المرة اللي فاتت كانت مراتي كان معاها عيش وكنا عاديين ما كانش معنا عيش كتير وهي تحب جداً تأكل السمك وكما شايفين كده أنا برميل لهم العيش قطعة واحدة هي تقطعة بقى العيش النص تحطرهم بالمعلقة كان أعجم بنا واحدة فأنا حسيت ان هي بتتفرج علينا ونفسها ان هي تجرب يعني فلسه هقول لمراتي يعني مكسوفة ويقول لها اديها من العيش اني عرف ان عيش قليل وهي عايزة اكل سمك ليت هي الوحدها رحت انطلع العيش وراحت بتقول لها عايزة الجرابي وادات لها العيش فكان بالنسبالي والتي بنا بشكل مصدع وعندما سيكولوجيكال وانه حقيقي اني عطاء نفسه يدي مستوى من السعادة أعلى من السعادة حتى العدالة أتى انت تاخدها كان في استوى كده اتعملت ان قالوا لهم اشترو بيه اللي انتو عايزينه وادوا للاد عشرين دولار قالوا لهم روحوا ساعدوا حد بيهم ادهم لحد او شرروا بحد حاجة ولما رجعوا الـ 2 جروبس قاسوا الـ الساعدة بتاعتهم لقوا الجروب اللي ساعد الناس ببسط اكتر من الجروب اللي صرف العشرين دولار على ناسه وده اللي حصل من شوية كان في بيبي هنا جي مع مامته ادينا له معيش مش عارف هعرف طلاحهم في الفلوج لان مامته شكلها اجنبية كانت تجربة لطيفة بس كان نفسي تشوفه ده بس مش عارف هنعرف مطلعه لا بيزد على الفلوج ستاندرز اللي هنحططتها عموما انا بشوف ان سعادة كلمة كبيرة قوي وانا عملت محضرة سمازة قاعدة حتى حتى السنتين بدرس السعادة من زوايا كتير زوايا علمية زوايا دينية زوايا فلسفية فهما كلهم تجربة للحطة الاساسية لان ربنا سبحانه وتعالى خلق الامور كلها فلما اتكلم عن الحياة او تفاصيل نعيش بها كل الناس يبحثوا ويبحثوا ويشتغلوا فالاخر بيوصلوا الناس الاساسية اللي هي متقلالنا من بدري انا ممكن كده يعني احاول نهاردة اللخص ان احنا حتى نتلعب فلدي حيث ان شارك الناس حتى لو ناس ما تعرفهم ثلاثة دي من وجهة نظر اعمل اللي انت ناسك فيه اعمل اللي انت متوقع من ناسك انك تعمله مش للناس متوقعات انك تعمله ان اللي يعيش عشان يلبي توقعات الناس منه نفسياً يتعب في النهاية لان عمره مهي يستطيع لبي توقعات الناس توقعات الناس كتير ومختلفة بس لو لبيت توقعاتك انت اكيد نوعاً ما اتوالماتش توقعات بعض الناس اللي حاليك وفي الاخر لازم توقعات الناس اللي بيحبوك فعلاً هم ناس هيتبسطوا لما يشوفوك مبسوط مش بالضرورة تبقى مبسوط بطريقة اللي هم عايزينك او نفسهم يشوفوك مبسوط بيها بس نقفل الفلوج ازاي عشان بطريقة ما حد ستوقعها عشان انا حد ستوقعني مالك الفلوقات واخيراً وليس اخرى لو استمتعتوا بالفلوج ده يا ريت متنسوش تعملو كومنز بتاعاتكم تحكولي فيها على ايه هي الحاجات اللي بتخليكوا سعداء لان احنا النهاردة نقول ثلاث حاجات تحاجة بسيطة جداً فتخيلوا لو كل واحد الناس يتفرج قال حاجة هيبقى عندنا كمية تبس قد ايه او افكار قد ايه للناس ان هم يكونوا سعداء في اليوم بتاحهم او ان هم يحسنوا اليوم بتاحهم التاخير طبعاً لو الفلوجدي اعجبك بعين عن التشايكي اا اي ا ا ا كان كان فيه تتطوك يد تلك اتشايك لك اي شاكيرة شاكيرة فانا ا ا ا ا ا تشايك زي شاكيرة شاكيرة فابعين عن الكاملة للتي تشايك دي اتمنى ان لو الفيديو عجبكم تضوسوا لايك تاكو موكا وكتابنون ليس كذلك هذا جاء برامج جدا لا تنسوا ليس تجلسوا لايك او تعملوا كومنت او تعملوا شيء نستنى اراءكم ودعمكم لهذا الفلوج حتى يستمر الى اللقهة اشتركوا في القناة